اسم الدرس أبحث عن المعطيات الدخيلة أو المنقوصة في وضعية مقدمة في شكل جدول أولاً، الوضعية الأولى الصنف اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث الصنف الأول خمسة عشر ديكالتر إثنان هيكتولتر واحد هيكتولتر وثلاثة لتر الصنف الثاني سلاسة عشر ديكالتر خمسة وعشرون ديكالتر إثنان هيكتولتر الصنف الثالث مئة وأربعون لتر خمسة عشر ديكالتر مئة وخمسة وثلاثون لتر الثمن ألف أبحث عن كمية الزيت المبيعة من كل صنف باء أبحث عن ثمن الزيت المبيع من كل صنف المطلوب أبحث عن المعطى المنقوص في الوضعية الأولى ثم أعيد صياغتها الإجابة المعطى الناقص في هذه الوضعية هو ثمن بيع اللتر الواحد من كل صنف التعديل نقطرح ثمنا للتر من كل صنف مثال الصنف الأول ثلاثة آلاف مليم الصنف الثاني ثلاثة آلاف ومئتان مليم الصنف الثالث ثلاثة آلاف وخمسمائة مليم السياغة الجديدة للوضعية الأولى قام فلاح ببيع محصول الزيت وفقاً لمعطيات الجدول التالي الصنف اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث ثمن اللتر الواحد الصنف الأول خمسة عشر ديكالتر إثنان هيكتولتر واحد هيكتولتر وثلاثة لتر ثلاثة آلاف الصنف الثاني ثلاثة عشر ديكالتر خمسة وعشرون ديكالتر إثنان هيكتولتر ثلاثة آلاف ومئتان الصنف الثالث مئة وأربعون لتر خمسة عشر ديكالتر مئة وخمسة وثلاثون لتر ثلاثة آلاف وخمسمائة ألف أبحث عن كمية الزيت المبيع من كل صنف باء أبحث عن ثمن الزيت المبيع من كل صنف حل الوضعية ألف أبحث عن كمية الزيت المبيع من كل صنف الإجابة قبل البحث عن كمية المبيع من كل صنف نقوم بتحويل جميع الوحدات إلى وحدة اللتر التحويل من رتبة إلى أخرى أجزاء الوحدة الوحدة مضاعفات الوحدة مليلتر سنتيلتر ديسيلتر لتر ديكالتر هكتولتر خمسة عشر ديكالتر يساوي مئة وخمسين لتر ثلاثة عشر ديكالتر يساوي مئة وثلاثين لتر إثنان هيكتولتر يساوي مئتين لتر خمسة وعشرون ديكالتر يساوي مئتين وخمسين لتر 1 هكتولتر وثلاثة لتر يساوي 103 لتر كمية الزيت المبيع من الصنف الأول 150 زائد 200 زائد 103 يساوي 453 لتر كمية الزيت المبيع من الصنف الثاني 130 زائد 250 زائد 200 يساوي 580 لتر كمية الزيت المبيع من الصنف الثالث 140 زائد 150 زائد 135 يساوي 425 لتر باء أبحث عن ثمن الزيت المبيع من كل صنف الإجابة ثمن الزيت المبيع من الصنف الأول كمية الزيت المبيع من الصنف الأول في ثمن اللتر الواحد من الصنف الأول 435 لتر في 3000 مليم يساوي 1.305 مليم سمن الزيت المبيع من الصنف الثاني كمية الزيت المبيع من الصنف الثاني في 8 لتر الواحد من الصنف الثاني 580 لتر في 3200 مليم يساوي 1.856 مليم سمن الزيت المبيع من الصنف الثالث كمية الزيت المبيع من الصنف الثالث في 8 لتر الواحد من الصنف الثالث 425 لتر في 3500 مليم يساوي 1.487.500 مليم ثانياً الوضعية الثانية مجموعات الطوابع البريدية النادرة المجموعات عدد الطوابع الثمن بالمليم الأولى 50 6500 الثانية 45 4850 الثالثة 40 4270 المجموع 6 135 15620 يملك سامي 20 دينار ألف يمكن لسامي أن يشتري ست مجموعات من الطوابع البريدية؟ با أبحث عن المقدار المالي الذي يبقى عنده أو ينقصه في كل حالة المطلوب أبين المعطى الخاطئ في الوضعية ثم أعيد صياغتها الإجابة الإجابة المعطى الخاطئ في الوضعية المجموع الأخير المتعلق بالمجموعات ثلاثة وليس ستة السمن المقدم هو مجموع سمن المجموعات الثلاثة السابقة ويصبح السؤال الوحيد لهذه الوضعية أبحث عن المقدار المالي الباقي إذا اشترى المجموعات الثلاث حل الوضعية أبحث عن المقدار المالي الباقي إذا اشترى المجموعات الثلاثة الإجابة المقدار المالي المتبقي لسامي يساوي المبلغ الذي يملكه ناقص ثمن المجموعات الثلاث عشرون ألف مليم إلا خمسة عشرة ألف وستمائة وعشرون مليم يساوي أربعة آلاف وثلاثمائة وثمانين مليم